موسيقى مجزنا لأهم الأنباء أهلا ومرحبا بكم التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة الإماراتية أبوظبي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان ونقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصرهاد رئيس الجمهورية إلى رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وولي العهد عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان وجرى خلال لقاء رئيس الوزراء ولفد المرافق له مع الشيخ محمد بن زيد بحث جوانب أوليات تنسيق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات والقطاعات على مختلف المستويات والأصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية وغيرها وفي مقدمتها مستجدات الساحة اليمنية وتطورات المتصلة بمواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وذلك في إطار مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بتحالف الدعم الشرعية في بلادنا بقيادة المملكة العربية السعودية وخوض معركة المصير المشترك والقضايا على انقلاب الميليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة للشرعية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي رئيس الجمهورية هذا وكان قد وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك للعاصمة الإماراتية أبو ظبي في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة الحكومة الإماراتية ويلتقي رئيس الوزراء خلال زيارته عددا من المسؤولين الإماراتيين لبحث المستجدات والتطورات الراهنة بشأن الملف اليمني على مختلف الأصعدة وكذا بحث عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية والخدمية وتعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار وجهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ومواصلة الدور والدعم الإماراتي لليمن بمختلف مجالات وقطاعات الحياة في إطار مشاركة الإمارات بشكل فاعل بتحالف دعم شرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اخبارنا الميدانية طهرت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة في محافظة تعز وتمكنت من تحرير قرية الصليب أولى منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية شرق المحافظة وأحكمت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة السيطرة على القرية وعلى عدد من المواقع والثكونات التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها ويصاحب عملية تقدم قوات الجيش الوطني صوبى مديرية ماوية تغطي مكثفة للمدفعية الثقيلة وخلفت المواجهات مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وإجبار العشرات منهم على الفرار والتراجع استادفت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الإرهابية في نقيل في نقطة بحبيل الكلب جنوب مدينة الفاخر شمال الضارع وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية دمرت طقم عسكريا يحمل أسلحة وذخير وعدد من عناصر الميليشيات بصاروخ موجه أطلقته شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع من جهة أخرى شنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا عشوائيا على قرى ومنازل المواطنين غربي المحافظة وقالت مصادر محلية أن الميليشيات شنت قصفا مدفعيا عشوائيا على منازل المواطنين في قرية بيرقيس بمنطقة حجر شمالي غرب محافظة الضالع وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن جرح خمسة مواطنين بينهم نساء وأطفال شنت قوات الجيش الوطني في مديرية رازح غرب صعدة عملية نوعية ضد تحصينات ميليشيات الحوثي وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيد إن كتيبة تدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات الميليشيات الحوثية في مديرية رازح وأسفرت العملية عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منهم ويواصل الجيش الوطني عمليات العسكرية مسنودا بمقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لاستعادة صعدة من يد ميليشيات الانقلاب الحوثية نفذت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي في محافظة حجة واستهدفت غارات التحالف مخزن أسلحة جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس مسفرة عن تدمير المخزن وتكبيد الميليشيات عددا من القتل والجرحة كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مماثلة استهدفت خلالها تجمعات الميليشيات غربي مديرية حرض خلفت قتل وجرحة في صفوف الميليشيات علاوة على تدمير رشاش عيار 14-5 وعدد من العربات التابعة للميليشيات ختاما شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة